وعليكم السلامة tropicales يقول هناك أقوال المكان الملتزم في الكعب وبين الحجر والباب من يدع صدر على الكعب ودع فإن دعا يستجف على هذا الفعل صحيح نحن قلنا وحررنا قال عليه إن حديث ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ولسق بطنه وقال الملتزم من الحجر إلى نهاية الواب نعم هذا هو الملتزم صحيح هذا هو الملتزم ومن فعل ابن عمر وفعل غير من الصحابة ونعم هناك يكون في ذلك المكان يكون فيه الدعاء إن شاء الله كما عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاخ وغيره من حديث ابن عمر ومن حديث غيره ومظنة إجابة الدعاء إن شاء الله عز وجل وبعض أهل العلم قالوا لا يصح في ذلك حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن عليه يفعل الصحابة كحديث ابن عمر الموقوف إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور وإن كان موقوفا يكون له حكم ماذا يكون له حكم يكون له حكم الرفع قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورصق بطنه ورفع يديه والتزم ودعى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم